بالمناسبة يعني موران واسمحيلي لعلوا من باب السخرية أن هنا عندما كنا نرى الكثير من الأفلام التي انتجت في الولايات المتحدة الأمريكية في هوليود والتي تتحدث عن قدرات المخابرات الأمريكية والمساد الإسرائيلي على ما يبدو أنها كان فيها قدر كبير من المبالغة وغير الحقيقة موران هل هذا صحيح؟ هذا صحيح طبعا يمكنني أن أقول أن المساد قامت بعمليات كبيرة في السابق وربما لديها قدرات أكبر وحدود أقل من الاستخبارات الأمريكية ولهذا السبب أنني أعتقد أن السبع من أكتوبر كان مفاجئا بالنسبة للجميع خاصة في الأوساط الاستخبارات الأمريكية لأن هنا لطالما فكرنا بالمساد على أنها لديها إمكانيات أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إذا تذكرنا 11 سبتمبر الإدارة الأمريكية لم تستخدم أو لم تستفيد من المعلومات الاستخبارات التي كانت متوفرة لها والتي أشارت إلى أن القاعدة ستقوم بشن هذه الطائرات على أبراج التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية وإذن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأوساط الاستخباراتية فيها طبعا هذا أمر مخزي جدا